آه طبعا القرآن الكريم لما أقرأه وأختمه يجوز أننا أنوي أن الختمة دي عن نفسي ويجوز أننا أنويها عن أبي عن أمي عن شيخي عن صديقي لأنه ده معناه أننا بعد ما بخلص ختم القرآن الكريم بقول اللهم هب مثل ثواب ختمتي لأبي لأمي لصديقي فلان لأخي فلان لجاري فلان فمعنى ذلك أن بهب مثل هذا الثواب وهذه الختمة لهؤلاء جميعا البعض بيشكك في أن القرآن أصلا بيوصل للميت أو بيوصل لحد يقولك لا القرآن لصحبه بس اللي بيقرأه طيب إحنا اللي ينفعنا هنا الأدلة وكلام العلماء وكلام العلماء بيبين أن هبة الثواب بابها مفتوح في الشريعة يعني لما نجمع حضرتك الأحاديث والنصوص التي تدل على أنه للإنسان أن ينفع أخاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفع فانا النهاردة عايز أهدي ثواب لأخويا المتوفق أو لأخويا الحي بالمناسبة لا يمانع من ذلك فنصوص الشريعة والأحاديث والآيات تتضافر تضافر شديد للدلالة على أنه ختم القرآن الكريم بينفع لمن قرأه ولمن وهب له الثواب ويأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي